بسم الله الرحمن الرحيم أعزّعنا طلب الصف الثاني السنوي أهلا بكم مع مادة الفلسفة والمنطق معكم محمد عفيفي خبير المادة بوزارة تربية والتعليم موضوع النهاردة بنقفل بيه الترم الأولاني وهو آخر موضوع عندنا في الترم هو الفلسفة والعلم يلا بينا نختم الفلسفة عشان بعد كده هيبق معنا المنطق بس يلا بينا نبدأ حلال نحن نكمل معكم الموضوع الثاني الفلسفة والدين والعلم في الحلقة الماضية تناولنا الفرق والمقارنة من الفلسفة والدين علاقة الفلسفة والدين والنهاردة بنتناول علاقة الفلسفة والعلم الفلسفة والعلم إن الفلسفة والعلم يمثلان أهمية قصوى لحياة الإنسان في هذا العالم وكان استخدام الإنسان لعقله في البداية يختلط فيه العمل بالنظري الفلسفة بتميل للنحية النظرية ده ليه؟ لأن الفلسفة تأمل عقلي أما العلم يعتمد على الجانب العملي بيفكر الفكرة نظرياً ولازم أطبقها عملياً زي ما بتعمل تجربة في المعمل آه عارف التجربة مكوناتها إيه؟ ببدأ حط العنصر ده على عنصر ده آه أشوف ده هيزيد ده هينقص إيه النتيجة؟ وشيئاً فشيئاً بدأ يظهر ملامح للفرق بين الفلسفة والعلم إيه الملامح دي؟ الملامح دي هناخد بقى المقارنة ما بين الفلسفة والعلم هنقارن من حيث الموضوع الفلسفة الموضوع كل معنوي مجرد يعني مثلاً لما تيجي الفلسفة بتدرس مشكلات تلوث البيئة بتدرسها باعتبارها بتهدد الحياة البرية مش بتشوف تأثيرها على الإنسان ما بتدرس التلوث في مكان معين في حتة معينة ولا في ماصر ده بتدرسها بشكل كل معنوي مجرد يعني بيدرس تأثير التلوث في كل زمان وفي كل مكان وبتدعوا للحفاظ على البيئة من أجل مستقبل الأجيال القادمة لسه متولدوش مش موجودين فدي حاجة مجردة أما العلم جزئي حسي مدي مثال لما عندنا مثلاً مرض من أمراض زي المرض بفشل الكلوي بيربطه بتلوث مياه الشرب مثال تفسير تمدد المعدن بوجود حرارة العلم متخصص قوي بيبدأ يبص على الحاجة اللي تخصه معلومة لكم الفلسفة كانت حتى أو قبل القرنة الثمانتاشر تسمى أم العلوم فيها كل العلوم الفيزياء والكيميا والأحياء بدأت العلوم مع المنهج التجريبي هذه الأمطة مفصل تدريجين عن الفلسفة وبدأ النجاح اللي حصل عن طريق العلم ظهر مبدأ اسم التخصص آه يعني جسم الإنسان فيه علم ليه اسمه علم البيولوجي آه علم طبقات الأرض فيه علم ليه اسمه علم الجيولوجيا التفاعلات بين الكيميائية نعملها اسمه علم علم الكيميا فالعلم متخصص قوي جزء جزئي حسي مدي قادي هنا تلوث وهنا تلوث لما حصل تلوث الفلسفة بس يطلبه بشكل كلي آه تلوث البيئة هيلوق بيأثر على الحياة بشكل عام الحياة البرية في أي زمان وفي أي مكان وبيهدد وجود أجيال قادمة إنما العلم لما بص على مرض ما بصش بقى على التلوث بشكل عام وهيأثر بقى على الأجيال القادمة اللي لسه ما تولدوش لأ فشل كلوي آه السبب تلوث الميا حديد بيتمدد آه في حرارة عالية أكسوجين ضروري حدوث الاشتعال يبقى أنت لو هنا جاب لك حاجة كلية معنوية موضوع الفلسفة جزئي حسي مدي ده موضوع العلم طب المنهج الفلسفة المنهج عقلي تأملي تحليلي ليه؟ بما أن موضوع الفلسفة كلي الحاجة الكلية دي لما أنت بتفكر في البيئة ككل في التلوث ده بشكل كلي هيأثر على العالم كله على وجود حياة سواء حالية أو قادمة أنت لازم تستخدم العقل والتأمل وتقعد كده تغرق في التفكير يبقى المنهج عقلي تأملي تحليلي عقلي تأملي تحليلي ثلاث كلمات فكلمة عقلي معناها يعتمد على العقل تجسيدا لمبدأ سكراط اعرف نفسك الكلمة أو المبدأ اللي قاله سكراط اعرف نفسك يعني شغل عقلك فكر بعقلك تأملي يعني يستغرق يعني بيتعمك في التفكير عشان يوصل لأصل الشيء وحقيقته تحليلي يميز الرئيسي من الفرعي والفلسفة لا تقتنع بفكرة إلا بعد التأكد منها طب العلم عكس الفلسفة في المنهج إذا كان منهج الفلسفة عقلي تأملي بتقعد بس بعقلك كده تسرح وتفكر وتوصل لأصل الشيء وتربط الموضوعات بعضها لا العلم لأن كان موضوعي كان موضوع العلم جزئي حسي مادي المنهج تجريبي يعتمد على الملاحظة والتجربة عايز أعرف إذا كان الاشتعال ضروري إذا كان الأكسوجين ليه علاقة بالاشتعال ولا لا؟ بعمل تجربة نجيب شامعة حط فوقها كوباية فاضية منعنا الأكسوجين منعنا الاشتعال إنت هنا بتعمل إيه؟ إنت هنا المنهج تجريبي عايز أبقى بجرب مثال إن الأكسوجين وصلنا ليه عن طريق الملاحظة والتجربة إن الأكسوجين ضروري للاشتعال مثال اتنين المعادن موصل جيد للكهرباء وصلنانا عن طريق التجربة تعال نجرب طب هل الخشب بيوصل للكهرباء؟ لا إزاي؟ جربنا ملقناه؟ يبقى العلم؟ لأن موضوع العلم لأن موضوع العلم جزئي حسي مدي فالمنهج تجريبي يبقى لو قال لك حد المنهج هنا لو جالك في السؤال المنهج عمال يفكر بعقله يتعمق في التفكير يتأمل منهج الفلسفة أما العلم بتجريبي يعتمد على الملاحظة والتجربة جاب لك أي تجربة علمية هذا هو منهج العلم لما وصلنا لإعلاج كورونا وصلنا له عن طريق إيه؟ عن طريق التجارب آه افترضوا نجرب نقفدوا يجربوا 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 لحد ما وصلوا للعلاج الناجح طيب الغاية يعني الغاية الهدف الفلسفة تبحث عن العلة البعيدة يعني أصل الشيء أما العلم يبحث عن العلة القريبة المباشرة مثال الفلسفة لأنها بتبحث عن العلة البعيدة لو بصيت أنت على ظاهرة ارتفاع الغذاء العلة البعيدة انخفاض الناتج الزراعة وزيادة عدد السكان إنما هنا هنجد في العلم العلة القريبة هي الحرب بالروسيا وأوكرانيا لو انت بصيت في الموضوع من أصله لا هو انخفاض النتج الزراعة إن انت أصلا عندك في زراعات كتير جدا بتعتمد فيها على الاسترار فالعلة البعيدة هنا انت أصلا لو كان عندك اتفاق ذاتي أصلا من هذه الزراعات ما كنتش هتخش في مشكلة سواء الحرب دون روسيا وأوكرانيا أو غيره أو غير يبقى الفلسفة تبحثا على البعيدة العلم العلة القريبة الذاتية والموضوعية الفلسفة تتسم بالطابع الذاتي أو بالصبغة الإنسانية يعني لازم يحط التوتش بتاعه فيختلف رأي الفيلسوف عن الآخر حسب ظروف عصر كل الفيلسوف أما العلم موضوعي وإن كان العلم المعاصر لا يستبعد تأثير الجوانب الإنسانية الذاتية الفلسفة فيها ناحية ذاتية حتى بتلاقي الأستاذ بتاعك أو المدرس لو عامل ملزمة حطت عليها اسم ابنه أو اسم بنته يعني مدرس مثلا زميلنا بنته اسمها رؤى فعمل الملزمة بتاعه اسمها الرؤى ومدرس تاني زميلنا ابن اسمه وسام فيقول لك أنا عامل كتاب الوسام هكذا فأنت الفلسفة بتحط تصبغة ذاتية حتى أنا ممكن أجيب مثال الفلسفة بتأثر علي فقول لك محمد طالب مجتهد أحط اسم أقول لك ياسين طالب مجتهد اسم حد عرفه طيب التكامل بين فلسفة والعلم زي ما قلنا إن فيه تكامل بين الفلسفة والدين كلهما يسعى إلى الحق والحق ده يضاد الحق هناك تكامل بين فلسفة العلم مش معنى إن موضوع الفلسفة كل والعلم جزئي مش معنى إن منهج الفلسفة يختلف عن منهج العلم لأن منهج الفلسفة عقلي تأملي ومنهج العلم تجريبي مش معنى ان الفلسفة هدفها العيلة للبعيدة اصل الشيء والعلم هدف العيلة القريبة المباشرة ان هما يتناقضان بالعكس دول بيكملوا بعض لان الكون مكون كده من العيلة البعيدة والعيلة القريبة العلم يوصل لحاجة الفلسفة تكملها له ان الفلسفة والعلم كلاهما يستفيد من الاخر فتأملات الفلسفة كثيرا ما افادت العلماء في فهم الظواهر ديني مساء ديكارت كفيلسوف اعتمد على افكار جاليليو وجاليليو كان عالم ويمكن توضيح العلاقة بين كل من الفلسفة والعلم على الناحية والتالي واحد الفلسفة والعلم سيظلان مصدرين اساسيين المعرفة كلهم بطبيعاتي وطريقاتي ومجالي مثال تتعامل الرياضيات مع الاعداد حاجة ما فيهاش خلاف عليها ولكن الرياضة ما بتسألش عن اصل العدد الفلسفة بقى بتبحث عن اصل العدد عن ما هي العدد وده حاجة فيه خلاف عليها اذا الاتنين كملوا بعض الرياضة بتتعامل مع الاعداد بس كعلم لا خلاف عليها انما الفلسفة بتسأل عن اصل الاعداد حاجة فيها خلاف اذا هنا فيه موضوعية عند العلم وفيه ذاتية في الفلسفة فالتنين بيتكمله بعض يبحث العلم في العلال القريبة اللي هي الاسباب المباشرة ويركز على هو موجود في الواقع بس فيه علم بعيدة احنا لسه مش شايفينها ده بقى اللي بتيجي الفلسفة وتعمله فالتنين بيتكمله بعض الفلسفة والعلم كلاهما يبحثان عن الحقيقة وكلهما يريد الوصول اليها بس كل واحد بيوصل بشكل مختلف العالم اللي احنا عايشينه الكون ده منه جزء مادي وانت قولت لي ان منهج العلم جزء يحس مادي يوصل له العلم وفيه جزء من العلم معناوي وجزء من الكون معناوي يوصل له الفلسفة يبقى الكون اللي احنا عايشينه اذا كان جزء منه مادي فعلا حاجات اقدر امسكها اجرب عليها العلم بيوصل لها ويدرısها واذا كان الكون والحياة اللي احنا عايشينها فيه حاجات معناوية فيها الفلسفة هي kann получ Instagram انت كإنسان منك جزء مادي ومنك جزء معناوي انت كإنسان في عندك أجهزة هي أعضاء لو في خلل في أي عض في الجهاز التنفسي في الجهاز الهضمي ارتفاع درجة حرارة نقفاض درجة حرارة بوديك له الدكتور بيعمله الدكتور بيقس درجة الحرارة يبقى هنا الراجل بيعتمد عن ناحية المادية بيلاحظ ويجرب آه بيحط الترمومتر كده بيقس بس انت كبنة آدم زي ما العلم درسك ههو بحتة للجزء الحس المادي أما درس أجهزتك أما اتكلم عنك معاك عن الأخلاق وعن الخير وعن الشر وعن المستقبل وعن دورك في الحياة هلما اتكلمك عن الأخلاق والخير والشر هتكلم عن العلم جزء حس ماني مادي ولا هتكلم عن حاجات معنوية مجردة وتأمل فيها عقليا ايه الخير في ده وايه الشر في ده هل ده خير ولا شر هل التقدم التكنولوجي اللي احنا عايشينه هو مفيد بس هل ممكن مش ممكن يودينا الشرور تطور الزكال الصناعي مش ممكن تطوير الزكال الصناعي ده يكون فيه نهاية البشرية فتفكيرك في الأمور المعنوية الخلقية ده هدف الفلسفة يبقى الفلسفة والعلم كلاهما يكتملان وفيه بينهم تكامل لأن زكان العلم يدرس الأجزاء المادية من العالم واصل إلى أسبابها القريبة الفلسفة تدرس في هذا العالم الأجزاء المعنوية وبالتالي تصل إلى الأسباب المباشرة الغير مباشرة لها اللي هي العلم البعيدة طبعاً انت كطالب بتبدأ تطلقبط تقول لي يعني هكارن بين الفلسفة والعلم موضوع وموضوع منهج ومنهج هنبدأ بقى نجيب لك الأسئلة عشان تعرف الموضوع سهلي جداً مجموعة من المعارف والنظريات التي وصلت إلى درجة كافية من الوحدة والضبط نصل من خلالها إلى نتائج متنسقة دون تدخل لأهواء الدارسين يعبر القول السابق عن العلم ألف ذاتية به غاية ولا استخدامات ولا موضوعية القول ده يعبر عن ذاتية العلم ولا غاية العلم ولا استخدامات ولا موضوعية العلم بيقولك دون تدخل لأهواء لأهواء يبقى هنا دي موضوعية الفلسفة هي التي تتسم بالذاتية يعني مشاعر وأهواء الفلسفة تتدخل يقول بيرت راند راسل العلم مناطق مجهولة توجد على تقومه وحدوده لا ينتبه لها العلماء وتستطيع الفلسفة النفاذ إليها عبر نشاطها التأملي يعني فيه علا البعيدة العلم مش يقدر يوصل لها نستنتج من القول السابق أن الفلسفة والعلم بينها مع علاقة ألف تناقض به تضاد جيم صراع دال تكامل لما تلاقي عندك بدائل بدلين بنفس المعنى استبعدهم طب انت عندك هنا التلات بدائل دول بنفس المعنى ما هو التناقض يعني نفس معنى التضاد يعني الصراع إذن علاقة الفلسفة والعلم تناقض لا التناقض إزاي ما هو التناقض هو التضاد هو الصراع علاقة الفلسفة والعلم تكامل وخذ معاك علاقة الفلسفة والدين تكامل لبنى لما يقولك يتحد الفلسفة والدين تتحد الفلسفة والدين في الهدف معرفة الكون وأصل الكون علاقة الفلسفة والدين علاقة تكامل علاقة التوافق علاقة الفلسفة والعلم علاقة التكامل علاقة التوافق إن الفلسفة تهتم بدراسة المجال الذي يتسم بالعمومية بينما العلم يقوم على التخصص الدقيق فقد ظهرت تقسيمات للعلوم مثل الفيزياء والبيولوجي والعلوم الاجتماعية ولكل منها مجالات متعددة حتى بتسمع أن الكيميا يقولك الكيميا الحيوية يعني مش كيميا بس لا يقولك الكيميا الحيوية نستخلص من ذلك الفرق بين الفلسفة والعلم من حيثه ألف الموضوع بالمنهج جيم الغاية دالي الموضوع والذاتي لو قالك حاجة كلي الفلسفة تتسم بالعمومية يبقى ده الموضوع لو قالك العلم جزئي حسي مادي ده الموضوع لو قالك الفلسفة تهتم بالتأمع العقلي ده المنهج والعلم المنهج عنده تجريبي الغاية الفلسفة هدفها العيلة للبعيدة العلم عيلة القريبة الفلسفة تتسم بالذاتية يعني وجهة النظر بتختلف من فيلسوف لآخر أما العلم يتسم بالموضوعية درجة حرارة الإنسان 37 وكذا خلاص سبتة ما فيهاش خلاب درجة غليان المية 100 ما فيهاش علم تاني يقولي لا درجة غليان المية مش 100 هي سبتة حاجة موضوعية ينظر كل فيلسوف إلى الحقيقة من وجهة نظر مخلفة لوجهة نظر الفيلسوف الآخر وكل منهم يدعي الحقيقة في ضوء الظروف التي عاصرها مجتمعه توضح العبارة أن الفلسفة ألف تبحث عن العلل أو الأسباب الأولى للظاهرة يعني الغاية به تبحث عن الأسباب المباشرة لا اللي بيبحث عن الأسباب المباشرة ده العلم استبعدها جيم تتسم بالذاتية آه ممكن دال تتسم بالموضوعية لا الفلسفة لا تتسم بالموضوعية ليه اللي بيتسم بالموضوعية العلم يعني ما يقولك درجة غليان المية 100 ما ينفعش عالم تاني يختلف معاه إنما الفلسفة بتختلف الحقيقة من الفيلسوف الآخر بص في السؤال والي إيه ينظر كل فيلسوف إلى الحقيقة من وجهة نظر مخلفة لأن الفيلسوف الآخر ده يقول رأي ده الرأي يبقى إذا تتسم بالذاتية يهتم علم الأنثربولوجيا بدراسة المجتمعات البدائية وصفاتها وأشكالها الخارجية والعادات والتقاليد ونمط الحياة وكيفية اعتمادها عن نفسها يعبر القول السابق عن العلم من حيثه ألف الموضوع به المنهج جيم الغاية ده الموضوعية بيقولك العلم يهتم بدراسة كذا يبقى ده الموضوع سؤال آخر العلم هو الاعتقاد الجاذب المطابق للواقع وإدراك الحقائق كما هي بعيدا عن الأهواء الشخصية يعبر ذلك عن العلم من حيث طالما بيقولك بعيد عن الأهواء الشخصية يبقى موضوعية إذن هنا العلم يتسم بالموضوعية قلنا اللي بيتسم بالذاتية ده الفلسفة الموضوع أخطار وكان بيقولي في السؤال جزئي حسي مدي الغاية لو كان بيسألني عن العلل القريبة وبكده وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم والإيمان اللي هنختم بها حالة النهاردة هي العلم أول كلمة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام هي كلمة اقرأ هنجد في الإسلام وفي المسيحية في حس في أمر بالعلم أن أنت تتعلم وأن أنت تقرأ العلم هو الذي سيجعلك في مكانة أعلى اللي خليك أفضل من غيرك تعيش في مكان أفضل تعيش مستوى أحسن تحس بعقل أرقى هو العلم التزم بالعلم ربنا إن شاء الله يكرمكم وتحققها هدفكم وتكونوا من الأوائل بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر